لا تشلون هم مع إقبال شهر رمضان المبارك يسعدنا أن نستضيف الدكتورة فريدة الحسني مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبو ظبي للصحة العامة المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات لنتحدث عن الأسئلة الشائعة حول كوفيد-19 خلال فترة الصيام دكتورة فريدة مساتش الله بالخير شكراً نور أخي علي وسكراً على هذه الاستباثة وفي العام أنت بخير والصحة والسلام وانت بخير والله يعود إن شاء الله علينا وعليك وعلى جميع المستمعين بالخير واليوم والبركة دكتورة رح نتحدث بداية عن بعض المخاوف اللي يتكلم عنها البعض البعض يتخوف من أعراض جانبية أو أمراض بعد أخذ اللقاح ما مدى صحة هذه المعلومة وهل تخوفهم في محله؟ طبعاً في البداية سمح لي أخي علي أني أهني أصداد المستمعين والأخوة الزملاء في القناة بيصلوا للشهر الفضيل أكيد شهر رمضان يعني يعتبر خصة كبيرة لإصلاح النفس وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأيضاً المعروف عننا نحن في مجتمع الإمارات التآخي والتوافر المستمر خصوصاً في شهر رمضان نحن حاضرين إن شاء الله بالإجابة على الاستفسارات بخصوص الآثار الجانبية طبعاً يستمر متابعة كافة الآثار الجانبية التي يسمى تسجيلها ولكن نلاحظ أنها لا تختلف لحد الآن عن أي تطعيم آخر بحيث أنها بسيطة والآثار هي تعتبر بسيطة إلى متوسطة أكثر الآثار الجانبية الشيوعاً هي طبعاً آلام في منطقة اللقاء أو خرارة أو آلام في المصاصل بعد عدة أيام فنلاحظ أن الأغلب الأعراض هذه بسيطة ويعني لا تحتاج أي علاج طبي وليسم متابعتها بشكل مستمر من قبل القطاع الصحي جميل طيب مع دخول شهر رمضان شو هي الإجراءات الاحترازية والصحية لصيام شهر رمضان في عاصر كورونا لتفادي أي أعراض من أعراض كورونا طبعاً أكيد أننا نحن اليوم لازمنا نعيش في ظروف استثنائية في هذا الوقت ومن المهم جداً علينا نحن نتكاتف ونضع المسؤولية المجتمعية نصبعيننا فهناك بعض الإجراءات الوقائية اللي ننصح فيها الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك بما فيها تقليل الزيارات خارج طاقة المنزل خصوصاً للمجالس والتجمعات اللي تحصل في بعض الأحيان فنحاول قدر الإمكان نقلل من هذه التجمعات الكبيرة ونقتصر الزيارات على المستوى العائلي أيضاً تجنب تبادل الأطعمة والمشروبات وهي طبعاً عادة جميلة عندنا في متسمعنا ولكن في هذا الوقت بالذات نحاول أن نتجنبها خلال هذه الأوقات أيضاً بخصوص الصدقة نفضل أن تكون بطريق إلكتروني وبالتعاون مع الجهات المعنية في الجولة موضوع أيضاً توزيع المصاحف أو الأوراق يفضل أننا نكتفي بقراءة القرآن عن طريق الأجهزة الإسترونية ونتجنب التوزيعات اللي ممكن تصير خلال التهاني برمضان في موضوع أي شيء ورقي يعني يفضل أننا نتجنبه أيضاً الانتزام بالفترة المسموحة لقضاها في المسجد يعني للأسف أنه يمكن التطويل في المساجد في الوقت الحالي يفضل تجنبه نحاول نقلل قدر الإمكان من زيارات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمينة بالذات خصوصاً إذا ما كانوا مخضين اللقاح نتمنى أن الجميع يشاركنا ويستمر طبعاً حملة اللقاح لكوفيد خلال شهر رمضان الفضيل فنتمنى الأشخاص اللي عندهم حد من أهلهم من أقاربهم سواء كان من كبار السن أو حتى من السباب أنه إذا ما طعام أنه أيضاً يستجه لأقرب مرتف صحي لأخذ اللقاح وأكيد يعني كل هذه الإجراءات اللي وضعتها الدولة من أجل سلامتنا وأرواحنا ثمينة ولا تقدر بثمن فهذه الإجراءات نتمنى أن الكل يتزم فيها خلال الشهر الفضيل نعم بالتأكيد يمكن البعض يقول الله في خلال الشهر الفضيل تعودنا على اللمة العائلية وهذا فيمكن ننحرم منها لا بالعكس ما بتنحرمون لأن مثل ما تفضلتي يعني في بداء الإلكترونية تحمي وتقي الجميع من هذا الشيء ونتمنى أيضاً الأشخاص يخلون الزيارات هذه على نطاق محدود من الأسرة يعني ممكن الأشخاص اللي يجمعون أعداد كبيرة هذا هو اللي نحاول نتجنبه خلال هذه الفترة بالذات عشان نقلل من فرص انتشار المرض طيب كيف الصائم ممكن أنه يلبي هذه الاحترازات الصحية عشان يتجنب أي صابة بكورونا داخل المنزل أو خارجه أو حتى أثناء التسوق وفي العمل كيف ممكن للصائم أنه يلبي هذه الإجراءات الاحترازية طبعاً اليوم يعني التعايش مع مراضي كورونا أصبح ضرورة وبالتالي يعني ممكن الذهاب للعمل في النطاق اللي حددتها الجهة الجهات المسؤولة حسب طبيعة العمل ولكن أيضاً اليوم رمضان مع فرصة كبيرة لرفع المناعة لدى الأشخاص فاليوم الصيام أكيد أنه لا فوائد كثيرة فأيضاً الاستفادة من هذا الوقت في رفع مناعة الجسم التلوك السردي بشكل عام لازم نرد نشدد عليه ونقول أنه التطعيم كثير من الأشخاص ممكن يتهاون يقول أنا مطاعم فمش لازم مثلاً ألبس الكمام أو أني أحافظ على المساطات لنقول أن التطعيم هو مكمل للإجراءات الوقائية وليس بديل فاليوم التطعيم لا يعتبر عذر أني أنا اليوم أردت جمعات أو أني ما ألبس الكمام بالعكس نتمنى من الأشخاص خلال شهر رمضان أن يزيدون من الحرد خلال هذه الفترة لنحرص على لبس الكمام في الأماكن العامة نحاول نقلل قدر الإمكان ونحاول نحافظ على المسافة التي هي بيننا وبين الأشخاص في الأماكن العامة وتمنياتنا بالصحة والكلامة للجميع خلال هذا الشهر القديم اللهم أمين الدكتورة فريدة الحوسني مدير دارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة المتحدث الرسمي باسم القصاء أخطاع الصحي في الدولة شكراً جزيلاً دكتورة وكل عام أنت بخير